في بلد يعد الدولة الأكبر بعدد الموظفين الحكوميين نسبة إلى مجمل القوى العاملة فيه شرعت حكومة السوداني والجهات المعنية بملف التوظيف بإطلاق وجبات جديدة من التعيينات رغم الترهل الكبير والبطالة المقنعة داخل المؤسسات الحكومية تحرك حكومي لاقى انتقادات واسعة بشأن حقيقة مقدرة الحكومة على تأمين رواتب أكثر من نصف مليون شخص هم عدد أصحاب الإجور اليومية فضلا عن آلاف الخريجين والمحاضرين وأصحاب العقود المؤقتة وجعلهم أذرعا انتاجية تعزز واردات البلد وتنعش اقتصاده المعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط بجانب الديون الداخلية والخارجية وفقا لخبراء اقتصاديين ونواب فإن قرار توظيف مئات الآلاف من العاطلين ظاهره إيجابي لكن باطنه محمل بمخاطر كبرى إذ أن أي انتكاسة في سوق النفط الدولية ستعصف بموازنة العراق المتخمة أصلا بالنفقات التشغيلية وسوء التوزيع وكثرة أبواب الفساد المالي وأن أي توظيف جديد في ملاكات الدولة يتطلب تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية أولها تنويع مصادر الدخل وأحياء القطاع الخاص ومكافحة هدر المال العام ونهبه من قبل متنفذي الأحزاب وأتباعهم وهي متطلبات ملحة لم تتحرك حكومات المحاصصة الطائفية لتنفيذها منذ وصولهم إلى السلطة قبل عشرين سنة تؤكد تقارير دولية أن استمرار نفس السياسة التي تنتهجها الأحزاب في العراق من تعطيل متعمد لكل ما ينضوي تحت مسمى القطاع الخاص تعني العودة لسياسة خفض قيمة الدينار وهو أقصر طريق إلى لبننة العراق وتقسيمه وتدمير ما تبقى منه كدولة ويبقى نفس السؤال موجها من العراقيين لأحزاب العملية السياسية وهو لماذا لم تبن المصانع ولم تفتتح الشركات والمشاريع المثمرة بنفس الأموال التي تنوون تخصيصها رواتبا جديدة لمئات الآلاف من الشباب العاطلي عن العمل ترجمة نانسي قنقر